قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بالزن المحارم جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل لكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حالى المخالفة التي تنترج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات ترجمة نانسي قنقر